الجماعة المشرفين وعلى رأسهم قضي إحسان هذه المرة يجب أن يؤطى حق الرد لحركة رشاد فأنتم انقلتوا أول أمس فيما وصلني انقلتم على لطفي نزار ابن الحركي نزار كابران فرنسا اللي كان باباه أيضا كابران عند فرنسا وكان جده أيضا كابران عند فرنسا أحكي على خالة نزار قالت على لطفي نزار في الخصومة اللي موجودة مش خصومة في الحقيقة هي محاولة اختطاف أو اغتيال لهشام عبود وهو هشام عبود فقط في القائمة بالمناسبة يعني ذكروا كونه انه راح جاب وقال كينين خمسة هذا مش صح قضية كلها والناس اللي سمعت التسجيلات أنا ما علقتش عليها كثير لان كان بعض المرضى كي يسمع نص كلمة حتى ما يسمعش من عندي نص كلمة يوم رضي لكن هي تتعلق بعملة اغتيال أو اختطاف لهشام عبود هشام عبود أضاف أربعة خارين لحسابات عنده هو فقط هو يعرفها جيداً مش هل ندخل معه في جدال أو في أي كلام حتى مرات بعض الناس يقولوا لي راح قال أنا لا أسمع له ولا أستمع به وخله يقول ما يريد حقائق ستتكشف في الوقت المناسب وتتكشف الشعب الجزائري إذن هناك بالفعل حسب التسجيلات وانا سمعت بعضها محاولة كانت إما لاغتيال أو اختطاف هشام عبود وخلط في نصار خرج وقال بأن لأن عبود يظل يهاجم في أسرته ويهاجم فيهم إلى آخره ولكن ما كانوا يريدون ما كانوا يريدون به الشرق بالعكس قال لك عبود مع حركة رشاد في سويسرا كانت تسعى لاغتياله هو وباباه ماذا معقول ماذا معقول وانا نقرأ فيها قلت ماذا معقول هذا الناس يعني في سويسرا حركة رشاد اللي معروفة بسلميتها ومعروفة بدعاها انها لا عنفية وسلمية وتتفكر وفي اختيال من في اختيال مجرم وبنو مجرم أحد آخر عندكم عقل عندكم ذرة تفهم وعلى قال لك كانوا باش يتعامروا مع عبود رشاد وعبود في سويسرا يعني في أوروبا الناس ترتكب بهم مثل حاجة مثل هذه هذا أصلا إذا كانوا يمنوا بالعنف أو الاغتيالات في العمل السياسي نحن لا نؤمن بالعنف في العمل السياسي وفي العمل النضالي لا نؤمن به مدام الموضوع بين أبناء نفس البلد كونجا استعمار خارجي نعم من حق الناس أن تدافع بكل الطرق ضد الاستعمار الخارجي وبما فيها السلاح والثورة الجزائرية دافعت والجزائرين دافعوا بكل الطرق ثم حملوا السلاح ومن حق الناس أن تدافع إذا كان استعمارا خارجيا وهني من قلب عاصمة غربية أقول هذا الكلام أما عندما يكون الموضوع بين أبناء البلد الواحد بين أخيار البلد وأشراره فقناعتنا وستراتيجيتنا وتفكيرنا وهذا ماهوش ماهوش اليوم أو غدا يقدر الناس يرجعوا إلى 25 سنة أو أكثر من تصريحات هي أنه الطريق الوحيد الذي نؤمن به هو الطريق السلمي واللا عنفي ونستبعد العنف إطلاقا في كل أعمالنا وفي كل شيء فما بالك أن نجي لطفي نزاري يقول بأن رشاد كانت ستتآمر مع عبود على على اغتياله في يا أخي كلام تافع وسافع تعسفها لكن أنا هنا طبعا وجهت خاصة وما نكونش أصلا باش نعلق عليه في الحقيقة لكن فقط لما جاء في الذكر راديو أم فكان أحد الأفاضل من الحركة قال بأن الأصل هذه المرة كان بعث لي تعليق قال أن الأصل هو أنه الرد يكون في راديو أم مدام راديو أم فتحت لي لطفي زيتون في هذه المرة ماذا بينا إخواننا إحنا طبعا عشرات المرات ذكرت حركة رشاد ومرات كانت تذكر بالسوء في راديو أم اللي نعتبروه راديو حر برغم كل ضغوطات هو راديو حر والموقع موقع حر لكن كنا لا نطلب لا حق الرد ولا نقول معلش إحنا أننا معارفين وضعيتهم رمع الإصابات ما شيء لكن هذه المرة لا من حقنا أن نرد على اتهامات المجرم لطفي ونقول المجرم على الأقل من حيث نهب المال بالنسبة للطفي أما والده فهو مجرم بنهب المال وبقتل الجزائريين وبالانقلاب وبتعذيب الناس وبكل طرق هذه المرة إذن ونجد روح قضي إحسان لأنه عندنا حق الرد ويجب أن تلتزم بالأخلاقيات الصحفية أنا عارفت أنت ملتزم بها لكن عارف أيضا أن مرة عندك ضغوطات من العصابة لكن هذه المرة قدشي اتهام هذا خطير بطاقة الحال تافه ولكنه خطير في نفس الوقت ترجمة نانسي قنقر